بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فالقلوب تسبق الأبدان وين يسبق القلب؟ الرجلين يمشيوا الله يعلم بأن قلوبنا سبقت أبداننا إلى هذه البلدة الطيبة التي حضرت في تاريخ الجزائر المشرق بصلحائها الصالحين السعاء فالدارفين والمنطقة يقين أما ذو الصالحين أما ذو المجاهدين أما ذو أهل الخير أما ذو قد شنم في الجوامع أما في فالدارف أما في مغذان الخير يلا ولكن نتمنى نرجو ألا ينقطع الخير مبيعي عليه الصلاة والسلام بشرنا جميعا بحديثه الذي خرجه الإمام الحاكم في مستدركه أمتي أمة مرحومة أكيدنا في صلى الله عليه وسلم دي قال أمين أمة مرحومة والحديث ذكره السادة خدام السنة منهم الحاكم في مستدركه صاحب المسند إمام أحمد ولكن باختلاف بسيط إن أمتي أمة مرحومة رقم الحديث تسع الاف وخمسمية وخمسين فالأمة إذن إن شاء الله مرحومة وهذه البلدة الطيبة المباركة مرحومة وذي رحمة ربي وقاذي موثن وذي فكى ربي شفا وقاذي يغنن وقاذي هلخن وقاذي يسعن الجاد أسمي فكى ربي الجاد من زموث علوان الدرس الإيمان أقلاظ جوجورن الشعبان نسأل الله أن يبلغنا رمضان ويوفقنا إن شاء الله لاستثمار هذه الأيام المباركات أيام الشعبان الأخيرة والأيام المعدودات التي تأتي بعد أيام إن شاء الله من خلال ذلك الشهر المبارك الشهر الفضيل الذي شرفه القرآن بالذكر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الإيمان أكبر مشروع في حياة الإنسان أمذان ذي الدونيف المشروع مقرآنين الشغلة مقرآن بمذان ذواء ذي الإيمان ذي نمي ربيد قوالي سيناد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَرَبِّيْتْ مِسْلَيِّينَ مُمْنِينَ إِقَارَسٍ أَمْنُثٍ افْكِثِ الْجَهْدِ افْكِثَ فُوذِ الْإِيمَانِ وَنْ أَحْرِصُوا على تمتين الإيمان وزيادة الإيمان كل ما يعطي قيمة للإيمان وقوة للإيمان عليكم به كما سيأتي البيان ثم زورث حقيقة الإيمان ذا شو الحقيقة الإيمان ذيك سلاثة لأمور تصديق بالقلب هذا الأمر الأول الإيمان يسكن في القلوب تصديق بالقلب الأمر الثاني إقرار باللسان أدين طق ومذان سيلسيسة في الإيمان يعني الإنسان كي يدخل الإسلام لازم يقول لا إله الله محمد رسول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقة لن في صام لها إقرار باللسان خطر اللسان ذنسا إذ ترجمان بين إذ تقوله اللسان يترجم مشاعر المشاعر التي يحملها القلب الأمر الثالث تطبيق بالجوارح والأركان المعنى يصد التطبيق مدني كني ذي المؤمن إلا قد يزل إلا قد يزوم إلا قد يخدم الخير إلا قد ينفع إلا قد يخدمين سنة ربيذن فيه المؤمن هو الذي يستجيب لأمر الله وأمر رسوله ربيذن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الصورة الفاتحة نقرأ إهدنا الصراط المستقيم صورة الفاتحة في كل ركعة نقرأ إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم أربعة صناف في صورة النساء الآية 69 تشرح هذا المعنى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا إذن الأيد يسان في صورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من هم الذين أنعم الله عليهم أنوي الصناف في ربي نعم في اللسم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وختمة الآية سبحان الله وقل كان يعني أما السعذبين أليس عنير في قنيس ويقذي من نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وغيش على ربي ينسم جميعا إذن فهمنا حقيقة الإيمان انفهميت تصديق بالقلب إقرار باللسان تطبيق بالجوارح والأركان أربي قال زكي زكي وينس عن الشورة الزكاة لقال زكي هذه عشر والذين في أموالهم حق معلوم صوت المعارج الآية 24 25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم من يستجيب لهذا النداء هو المسلم هو المؤمن وإليه يقولك أنا واشدخلني أنا في الزكاة والعشر يقولك المال مالي لذلك ربما سبحانه قال وأنفق مما جعلكم مستخلفين فيه صورة الحديد الآية السابعة وقام الرباني أربينا في صورة البقرة الآية 143 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذن كل أوامر القرآن هو منهاج حياة ولكن من يعتبره منهاج حياة هو المؤمن لعب ذي المؤمن يظرب القرآن في صورة الإسراء الآية التاسعة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام إذن كل شيء واضح ثورا فهم ذي شد في ذسن الإيمان حقيقة الإيمان أنواح النقطة الثانية ما هي شعب الإيمان شعب الإيمان كثيرة النبي الصلاة والسلام الإيمان الإيمان بضع وستون شعب إذن فرق بين الروايتين رواية البخاري بضع وستون شعب ورواية الإيمان مسلم بضع وسبعون شعب أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إيماطة الأذى عن الطريق سبحانه شوف هذا الشمول إيماطة الأذى معناها البيئة المحافظة على البيئة من الدين يعني لذلك الحديث إيماطة الأذى عن الطريق من باب أو لا ألا نلوث البيئة سواء البيئة الترابية اليابسة ولا الجو ولا البحر كل يونان دايل إلى قليج أمكانيس زدي وفي رواية أخرى والحياء شعبة من الإيمان ثورة شعب الإيمان الزمان تنقسم إلى ثلث أصناف لنت أعمال القلوب ألف لنت أعمال اللسان يلس بع لنت أعمال البدن الجسد باختصار أعمال القلوب كثيرة على رأسها الإيمان 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 القلب ربي في القرآن قال يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم سلامة القلب سلامة القلب مقصد كبير هو هو مأوى الإيمان مسكن الإيمان مقر الإيمان وكذلك سلامة القلب سبب رئيس من أسباب النجاة يوم لا ينفع مال ولا بن إلا من أتى الله بقلب سليم أعمال القلوب كثيرة أطاس أدفك بعض الأمثلة نغد الإيمان ذا مزوار التوكل التوكل وين يونه يونه تسلاغ ربي واحد يخرج يقول تسلاغ ربي الثيالاجي ما تشغل في السن ما تشغل ضار الشغل بولا ذلك الشيخ الشعراوي الله رحمه ذلك عبارة لطيفة جدا قال القلوب تتوكل والجوارح تعمل خلاصة مركزة الثيالاجي ربي ذكول وان ماذي فالسند ضار للأخير وقاذا الحرك ذا المقار قول قضائل أندي زوال ولت ضار كي مرانا جميعا قلوبنا سبقت أبداننا إلى هذا المسجد مسجد بلاد يعني لو كان وزوارنا ولون النغ وتسسنا لإضار النغ خطر إضار وسيلة نقل أليس كذلك أندي زوال يتذعي ثوار وين يسبق القلب الرجلين يمشيوا الرجلين يخذوا الرأي القلب راح الرجلين يمشيوا ما يقدروني ما يمشيوش لازم القرار صدر لذلك نؤكد على أعمال القلوب كثيرا نناد الإمام التوكل على الله من أعمال القلوب زيد سمحوا لي الصبر الذول الصبر إنما الصبر عند الصدمة الأولى الإنسان باش يصبر أما الصبر على الطاعات باش يصبر بلد ما في الطاعة الصبر عن المعاصي باش الإنسان يبعد على المعاصي والآثان الصبر عند النوائب عند نزول المصائب لا سمح الله مرد غلي في لفان الدونيث والدونيث شور في لفان أمراض ومشاكل ومصائب وخسائر أقلق دي الدونيث مشي دي الجنة تجي مسألة مهمة لازم تستقر في القلب أرانا في الدنيا ماناش في الجنة الدنيا من خصائصها الهموم والمفاجآت والمشاكل وصدق الله إذ يقول كما في صورة البقرة في الآيتين مية وخمسة وخمسين مية وستة وخمسين وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ يخي فاتة كورونا خفناك عشكو نخاف من كورونا نخاف من الريح نخاف من الزلزلة نخاف حتى ملكو شمار واحد كير قد يشوف رؤية ماشي مليحة ولا لا لا ينضي يقول الحمد لله ماشي صح والله غير أنت عجبانك يجي واحد يقولك ما نخافش ما نخافش من ربي يقول يا ولدين هراك جنود ربي وما تقدر له مش وما يعلم جنود ربك إلا هو ولله جنود السماوات والأرض الماء من جند الله الريح والزلزال والبركان والأمراض لذلك رب سبحانه برحمته قال وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ بعد قال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلِيهَ رَاجِعُونَ شعب الإيمان ذكرنا نماذج من أعمال القلب وصلنا إلى موضوع الصبر ربي سبحانه ناد إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب سيدنا يعقوب مثل يوسى الخبار في الميس يوسف وصدر رويس نسي يوسف قالوا له العشياء يوسف كلها الذيب تعرفوك على الحكاية وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إِنَّ ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَطَرَكْنَا يُوسفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّيب وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ الآية 18 من سورة يوسف وتكررت في سورة يوسف أيضا الآية 83 فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا شوف الصبر مع الأمل الآية الثانية هذه 83 فيها أمل السيرم فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا لذلك الأمل أيضا من أعمال القلوب السيرم وَلِي لَقَرَنْا ذَنَ ذْيَيِّسِّ الرَّحْمَةِ الرَّبِّي وَلَغَلْ عَاصِي وَلِي لَقَرَنْا ذْيَيِّسِّ الرَّحْمَةِ الرَّبِّي عَلَيشَ رَبِّي سُبْحَانَ ذُكَرْ أَرْجَأْيَا فِي الْقُرْآنَ رَبِّينَ قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَاشْ قَلْهُمْ لا تقناطوا من رحمة الله وتسيسترس الرحمن ربي إن الله يغفر الذنوب جميعا أربي عفوياك الذنوب أما مشطوحيث مزيث أما مقريث أما الزيث مخفيف إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هذه تسمى أرجى آية في القرآن إذن وكذلك القلب يكون سمحوا ليحمل محبة لحمالة للناس جميعا يحب الخير للناس هذه كلها مهمة هذه من أعمال القلوب أعمال اللسان كثيرة منها تلاوة القرآن كيف تقال القرآن برسانك طبعا ما حضر القلب ولكن تتنو قل الحمد لله رب العالمين إنسان هذا من أعمال اللسان ومن أعمال القلوب أيضا وكان أيضا ذكر مطلق الذكر أربي عدد يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةٌ وَأَصِيلَةٌ صورة الأحزاب الآية 41 الآية 42 إذن ربنا عز وجل يأمرنا ويذكرنا لكي لا ننسى يا أيها الذين أمنوا ذكروا الله ذكر كثيرا يقول ما يذكر ربي سيلسيس فقد طعا ذي العبادة نقال صلى الله عليه وسلم السلم ذاغ الصغراغ أن كان ذكر ربي سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يذكر الإنسان ربي في كل وقت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أيها الذين يتقين من أعمال اللسان الكلمة الطيبة أول زيظن أما كلا قرنا اللسان الحلو ارضع اللبا ذيلس زيظان اقتضن ثسد الكلمة الطيبة عبادة وطاعة وهي من أعمال اللسان نخذ ما جلسون في صورة إبراهيم الآية 24 ألم طار كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجارة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماوات واضح أثنى ربي سبحانه يهضرد فاول زيظن الكلمة الطيبة إذا كجمعت الخير بلما نكثرهم الأمثلات يكفي هذا البيان هذه بعض أمثلات أعمال اللسان فقص صنف الثاني إلا أعمال البدن البدن الجسد صلاة من أعمال الجسد طبعا مع حضور القلب الخشوع روح صلاة الخشوع إلى آخره قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون كذلك العمل الخيري وعلى بلنا العمل الخيري يكثر مليحها خاصة في شعبان وفي رمضان في المناسبات هذه المباركات وقال يخدمني الخير يلهى الخير أما السعد بينار يخدمني الخير بالجسد تلقى واحد هذا الجامع شكل يبنى علش ترحمنا على الذين أسهموا في هذا المسجد بلكيون السيسد يفكر بالرئيس واحد منهم عطاراي قال كنبني الجامع في هذا المكان ويظن يظن أخيني أدوغ مواد البناء ويظن يظن أخيني عندي ماسون العرق نخدم بعرق الجابين واحد آخر يمدد راهم الجاميع السهامة في بناء هذا المسجد بناء المساجد ومساعدة الفقراء واليتامى والأرامل والمرضى وإكرام الموتى وإلى آخره والمؤمن كالغيث أينما حل نفع المؤمن أندي لاذ ينفع إن في صلى الله عليه وسلم لا يوجد استقسام أي من الصحبي إنه سنوي الألوان حمال ربي أطاس ذشو تلخذ مك حمال ربي أطاس إنه سأحب أحب الناس إلى الله أنفعه من الناس هذا هو معيار المحبة عند الله أنوك حمال ربي أطاس وإنك أني سمحتي وإن إن فعل وياض أكثر ينس أحب الأعمال إلى الله ينس ما تصفر هماش نغول تماش أكني تصفر أول ربي سبحانه قال في القرآن في صورة الحج الآية سبعة وسبعين وفعل الخير لعلكم تفلحون أربا دقار خذ مثل خير ويني خذ من الخير أذين جح النجاح الحقيقي اللي هو في الجنة بلا منغصات خطر نجاح انت الدنيا معرض المفاجآت كين منغصات إلا ويني سلوغون الربح للدونيث التفضيون ما شاء الله يربح يفرح ولكن أدرزو في الله المصيد ورعني خمدي السولغ نغله إلا ويني سلوغ أذين غوليس خطر ذمذان لكن قرر قول أذين ذم ولكن النجاح في الجنة بلا منغصات لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ربي ند وفعلوا الخير لعلكم تفلحون أكثر من ذلك ربي قال فاستبقوا الخيرات شوفوا القرآن عجيب الآية 77 من صورة الحج ربي رأي يقول دلوا الخير وفعلوا الخير ولم يحدد طبيعة يعني معين لعمل خيري كل الميسل لما خلق هذا هذا يبني الجوامع هذا يسعد الفقاراء هذا يسعد اليتاما هذا يقريه هذا يدل الإصلاح بين الناس المهم هذا كل تجمعه كلمة واحدة الخير ربي دي قال خذ المثل الخير في صورة البقرة الآية 148 ربي قال فاستبقوا الخيرات شفر المعنى يسي إلا قد سمزة الزالم يكون تنافس شريف على في على الخير والتنافس مشروع بشي مثلا أدخذ من الخير يبس يون يون وعرضي يمثل في الله سيافة ربي يبني الجامع إنسان بني الجامع وحده من البداية للنهاية وفقه ربي يوم الافتتاح قالوا له قول كلمة تعرفوا ماذا قال قالوا الله عندي واحد صاحبي في واحد الولاية بنى الجامع أنا بنيت الجامع يعني تعالي ندو في الخير بكل بساطة إنا يكسل يغن 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 الجامع قول يغن الجامع شوف المعنى هذه كتكون في الخير ممكن إنسان يكون سبب سبب بش ينبه غيره إلى فعل الخير مثلا نرنا في رمضان أو جاء رمضان وكذا بعض الناس مثلا انتبهوا مؤخرا لازم يدير قفط رمضان ويعون الفقراء والمساكين كي جيل عشية هو يأكل يفطر يقول يا عجاب وهذه مساكين اللي ما عندوش واش يفطر ثم ثم ينوم وطلقى شبابنا في الطريق في الطرقات في الطرود الطرق السيارة تلقى الشباب الله يبارك بسم الله ما شاء الله ما يفطرواش في ديارهم يفطروا في طريق باش يقدموا وجبة الإفطار للمسافرين هذا إبداع في العمل الخيري وهناك إبداعات كثيرة أفرزها واقعنا المعاصر في المجال الخيري مليح نديروا الخير ولكن حفظوا على كرمة الإنسان بالمناسبة نقدموا نصيحة لنا جميعا في عصة السلام الناد الدين النصيحة مليح المليح النسيحة عن الفقارة والمساكين واليتاما والأرامل ولكن لازم يحافظوا على الكرام انتعهم إلى قد حافظا وإلى قد حفظا وإلى قد حرزا الحرمانسا ولقلت جرحا ولكن الصورة بل أكذب فيسبوك أو كذا أرمى لم أوليدها واحد يعطي له هاقف ويصورها ويبعث الفيسبوك لا لا كرامة الإنسان فوق كل اعتبار ربي هو اللي قال في القرآن الكريم في سورة الإسراء في الآية واحد وسبعين واشي قول ربي ولقد كرمنا بني آدم فندم إفكايا سرب الكرامة إفكايا سرب الحرم حيا وميتا أميته لما يموت هثا إذن ما ذكرناه على سبيل المثال الحج ربي فق الحجاج انتاعه عنه إن شاء الله لأداء مناسكهم أيضا هو من أعمال البدن ولكن مع حضور القلب وإلى آخر ما تعلمون أخيرا نقطة ثالثة ذكرنا حقيقة الإيمان نقطة ثالثة شعب الإيمان نقطة ثالثة مقويات الإيمان ذا شو تسكن فوذ الجهد الإيمان وش من الأمور اللي تزيد في الإيمان على رأسيها على رأسيها المحافظة على العبادات فظلي فرمضان لا شهر في قدقية تسكن تأفوذ الإيمان يمكن قرر صورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين الإنسان كل ما يعبد ربي بزاف كل ما الإيمان تعوي يطلع فق مقويا مزوره والسن ألازمت القرآن تلاوة وتدبرا القرآن كريم أما في غرف نادم أذيز ذا الإيمان نظ يتدبر وما يخذ مثل تسنة أي خير قراءة تلاوة وقراءة تدبر ورمضان يقبل علينا إن شاء الله وهو ضيف كريم ونحن الضيوف في الحقيقة هو دائم إلى أن تقوم الساعة ولكن كذين في غاون كان يصاموا العام اللي فاتسنا هذي ما يصاموش ماتوا الله يرحمهم وإحنا لا ندري إن شاء الله يبلغ لنا رمضان إذن في الحقيقة نحن ضيوف نكون ذين في غاون رمضان يزقى نكون ذين في غاون وذي رمضان قرأت القرآن نشيطة والحمد لله تدريب إذن يا سعد اللي حافظ على القرآن تلاوة وتدبور وهذا من أقوى عوامل زيادة الإيمان الإيمان يتنرني يتزيد سوى شو سوى القرآن ما في غرف نادم ما في فن نادم العام الوثلاثة ذا شو الذكر كما ذكرنا الإنسان كي ذكر ربي بزاف الإيمان تعوي ازداد اذكر ربي كثيرا نبياء الصلاة والسلام كل حاجة أعطلنا فيها دعاء كي تنصبح تستيقظ الحمد لله الذي رد علي يروحي وعافني في جسدي وأذن لي بذكره كي تصلي كي تكمل الصلاة واش تقول كما قال نبياء الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل قالوا يا معاذ والله إني لا أحبك إن يسول هرك حملاء إن يسول لاتنسا وشتويا دبور كل صلاة مثزو الله أدنى دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أربعوني بشك ذكر بشك شكر وكعذ أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أيضا مما يزيد الإيمان النظر في كتاب الله المفتوح اللي يجي يزور هذه البلدة الطيبة يوحد ربي يشوف الجبال يذرار السهول لحشيش الله بركي فلاود كذرار الجوامع ما شاء الله لاحظنا الله يجزيكم جميعا خير الجزاء الجوامع ومشاريع المساجد بجوار الطرقات حتى الأماكن أماكن استراتيجية ذي مكان الهان وثق علامة صحة في المجتمع علامة صحة الله يجزيكم خير جميعا النظر في ملكة الله في خلق الله يقول بيت ونهي جنوان ذرار لضيور كل شيء يذكر النبي الله أليس كذلك أرب بقال في صورة ياسين الآية الستوثلاثين سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون والآية الستوثلاثين صورة ياسين تساوي الآية تسعة وربعين من صورة الذيريات ومن كل شيء خلقنا زوجين الزوجية المبثوثة في هذا الكون الفاسيح آية من آية الله أتوح لضا ربي في صورة فصلة الآية الثلاثة وخمسين ربي ندس نريه آيات في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق في صورة الذيريات الآية السابعة والسماء ذات الحبك الآية عشرين وفي الأرض آيات للمقينين الآية وحد وعشرين وفي أنفسكم أفلا تبصرون الآية ثلين وعشرين وفي السماء رزقكم وما تعدون القرآن يقودون جميعا إلى التدبر والنظر في صورة في صورة العمران من الآية 137 إلى الآية 140 ربي سبحانه وإذن ذكر آيات قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إلى آخر الآيات إذن خاتمة القول نقول من مقوية الإيمان هذا المجلس المبارك ثم للثاقين أكذ المؤمنين ذين تكن فوذ الإيمان مما يقو الإيمان في قلوبنا مثل هذه اللقاءات وهذه الوجوه النيرات زادكم الله من كل خير والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله